مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الجزء الثاني من التحضير لطرف الخبار الورادي إذن توقفنا في الحلسة السابقة فالمزوء أنت تتعلق في آلية مضاعفة الـRDN إذن إذا كان عندنا التمرين تتعلق في آلية مضاعفة الـRDN فالتمرين ستكون على الشكل التالي إذن عندنا الشكل الأول في معطيات التمرين انتكت الميض ستتلقى نضاعفة وسط زرع تيمين موشي أو أحد العناصر الكيميائي التي تشبه تيمين بحل مثلا البرومير ديراسيني إذن المقلي أو الأسماء المفتاحية للتمرين هو من اللقاء وسط زرع مثلا خلايا جذور نبات معين بحل نبات الفول مثلا إذن لماذا نختاره بطرط الجذور لأنها تتعرض الانكسار و تتكاثر بكثرة بالتالي دائما عند ذلك مضاعفة الـRDN إذن عندنا التيمين موشي كموكلة أو استعمال أحد العناصر الكيميائي التي تشبه التيمين إذن بالنسبة لك ستعطيك برومير ديراسيل ولكن بين القوسين تقول لك تفتحوا القوس و تكتبوا لك أنتك تلميض أن هذه المادة البرومير ديراسيل تشبه التيمين و تحلو محلها إذن ما عندك شيء تخوف من العنصر تشبه للتيمين ستعطيك في المعطيات السؤال الذي ستتعلق بالتمرين بهذا الشكل سيكون على جوج الأشكال كيف تفسير ملاحظة؟ إذن كيف نفسير الملاحظة؟ و شنية الملاحظة التي لدينا؟ ستعطينا سبغيات في واحد المرحلة سبيغيين بجوج مشاعين و في مرحلة أخرى سيكون سبغي به سبيغي مشاع و سبيغي غير مشاع ستعطينا من الملولين بالأسود هذا الشكل هذا إذن سبيغيين مشاعين و في دورة أخرى في الدورة الموالية سبيغي مشاع و سبيغي غير مشاع إذن كيف نفسير هذه الملاحظة؟ كان واحد تفسير نعقل عليهم اليوم مضاعفة الأضاءين تتم بطريقة نصف محافظة نفس الجواب إذا ترحوا علينا السؤال ماذا تستنتج؟ إذن بالتالي جواب واحد لدينا وهو أن مضاعفة الأضاءين تتم بطريقة نصف محافظة إذن في إطار هذا العنوان هذا اللي هو آلية مضاعفة الأضاءين الشكل الثاني ديال التمارين اللي ممكن يتعلق بهذا آلية مضاعفة الأضاءين هو استعمال الآزوت الثقيل أو الآزوت الخفيف في وسط الزرع بمعنى في التمرين ستكون لديك هذه المصطلحات هذه هو الأسماء ماذا المفتاحية؟ استعمال الآزوت الثقيل أو الآزوت الخفيف في وسط الزرع و ممكن يقول لك نستعمل مصدرا للآزوت الثقيل إذن اللي يتعقل عليه هو باش تحل هذا التمرين هو الآزوت الثقيل أو الآزوت الخفيف إذن الأسئلة اللي ممكن تتعلق بهذا الفقرة ممكن تكون على ثلاثة ديال الأشكال إذن السؤال أول ممكن يطلب مننا نعطيه أنواع الأضاءين بالوسط والسؤال الثاني ممكن يطلب مننا نسبة هذا الأنواع ثم السؤال الثالث كيف تفسير النتيجة؟ إذن أعيد في الوقت دفع ستجد أن تعمل في وسط الزرع نضع بكتيريا و نضيف إليها الآزوت الخفيف سؤال الأول اللي سيكون تابع على هذا المعطاة هذا هو نستخرجه أنواع الأضاءين في الوسط في واحد الجيل المعين ثم نعطيه نسب هذا الأنواع للأضاءين ثم بعد ذلك نفسير كيف حصلنا على هذه الأنواع من الأضاءين إذن سوف نبدأ تنطلق من الفكرة الثالية عندنا أضاءة الأصلية تتكون من اللولبان اللولبان إذا وضعناها في وسط به الآزوت الخفيفة هذا الآزوت يدخل في تكويل قواعد العضوية الآزوتية إذا اللولب جديد سيكون قواعد العضوية الآزوتية خفيفة بالتالي الكتافة اللولب ستكون أخف إذا سيتم ماذا افتراق هذه اللولبان وكل اللولب يعمل كقالم يشيد عليه لولب جديد هذا هو المبدأ المضاعفة نسمه حافظة عندنا هنا الأضاءين الأصلية هنا عندنا الأضاءين جديدة التركيب هذه الأضاءين الجديدة الأضاءين الجديدة تتكون من اللولب قادم اللي هو باللول السود ولولب جديد اللي هو باللول الأزرق هذا اللولب هذا اللولب يتكون حاسب خصائص الواسط نأتي الأسماء هذا الأضاءين اللي كانت أصلية وكانت في واحد الواسط لديه الآزوت التقيل إذا سنسميه أضاءين تقيل لأن اللولبان بجوش تقال هنا هذه الأضاءين الجديدة نريد أن نختارها لها إذا كان لولب خفيف واللولب تقيل لا يمكن أن نقولها أضاءين خفيف واللولبين تقيل إذا سنسميها أضاءين الهاجين ما هو الهاجين؟ هو الخاليات مكون من اللولبان لديه لولب قادم وهناه لولب قادم وهو تقيل ولولب جديد وهو خفيف إذا إذا نريد أن نسبة المئة نحن خرجنا أضاءين الهاجين إذا دائما في الجيل الأول بعد استعمال واحد النوع معين من الأضاء سنجد أضاءين الهاجين إذا عندنا ماذا في الوسط أضاءين الهاجين ثم في البرحالة الموالية دائما باستعمال الزوط الخفيف ما سيحدث لهذا الأضاءين الهاجين إذا أخذت هنا مثل فقط غير هذا الأضاءين هذه إذا هذا اللولب وهنا 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 وهذا اللولب بالأسود وهنا إذا أنت بتاعدوا هذا اللولب يعمل كل اللولب جديد إذا ما هناك في الوسط ها هناك هذا اللولب خفيف وهذا خفيف إذا ما سنسمى هذا الأضاءين كاملا هذا اللولب خفيف وهذا اللولب خفيف وها لا يمكن لمoreanه سيسمى هذا الأضاءين تقيل أو لهاجين فأنا نسمع هذا الاسم لذلك سنسمى هذا الأضاءين الخفيف هذا العثار يكون هائين الهاجين إذا flying. يقولوا لي في الوساط جي واحد عشنا هما الأنواع عفوا جي اثنان عشنا هما الأنواع دي الأضاءين غادي نخدم بهذه الطريقة تنعتمد على مبدأ افتراق اللولابان تتفرقوه وتتكون لولب جديد حسب خاصية الوساط خيط عندي هنا الأزوط الخفيف إلى اللولب الجديد كان ماذا كان خفيف اعطاني الأضاء الخفيف اذا هنا بغيت النسبة المئوية شحال عندي من نوع دي الأضاءين عندي جوج هالخفيف هالهاجين اذا جوج بغيت النسبة المئوية دي الأضاءين الخفيف عندي واحد هو الأضاءين الخفيف على جوج نضارب مئة غادي يعطينا خمسين في المئوية ماذا نسبة أضاءين الخفيف تمثل خمسين في المئوية بنفس الطريقة غادي نخدمه في الجيل ثلاثة وفي الجيل ربعا وغادي نلاحظو بأن نسبة الأضاءين الخفيف هاله تتزاد دايما أنه يفترض أن نصبه على الجيل الهاجين مع نوعية الأضاءين الخفيف وكان لدينا الأضاءين الخفيف ستجدون أن نسبة الأضاءين التقليل بينما الأضاءين الهاجين في المئوية الخفيف الخطئ الذي أرغب هالخطيك هذه الأضاءين اللي في الأول ستتبدأ اللي تبقى دائماً تلت التجربة هو الأضاءين الهاجين لماذا؟ لأنه يتفرق لولب وطير يضاف لولب جديد لماذا أرغب هادو كل يكن بجوج في الأول لو لبان خفيفان مثلا أو لو لبان تقيلا سنعود لقاهم في الخرق ديال التجريبة من بعد تقول لنا كيف تفسر إذا نخرجنا النسبة شتنا كيفاش بنا نعرفوا النسبة شتنا كيفاش غاد نعرفوا الأنواع ديال الأضئئ الهجي الأضئئ الخفيف طيب قلنا التفسير كيف تفسرنا عند استعمال تمين موشيح كيف ممكن نفسره هنا إذا بالتالي اعتمدنا على ماذا على افتراق لو لبان الضئئ لأن هذا التراق هو تنجميعه في مصطلح ديال مضاعفة نسب محافظة للأضئئين إذا ننتقل للفقرة الموالية اللي هي ديال تعبير الخبر وراتي تعبير الخبر وراتي التمرين ممكن يكون عندنا واحد من هذه الأشكال إما وتقنع او وتعتبر بي أو وتعتبر بان ثم بمعنا لشراء التمرين ممكن أن اعطونا لو لب الأضئئين وطلبوا منها ستخرجوا البيبتيد لشنية الصعوبات اللي غادي تواجهنا إحنا كاتلاند إذا خصني بتحقق واشهد اللولب هو اللولب المنسوخ إلا كان هو اللولب المنسوخ إذا غادي يكون فيه واحد سن أو لا تكون فيه تخوة بخين أو اللف معطيات يقول لنا اللولب منسوخ وبزفت المرات خاصة نفعلون فيزيائية تعتوه لولب غير منسوخ إلا كان اللولب غير منسوخ ما سنفعله نفترض أن هذا اللولب غير منسوخ سننسخه ونصوب منه الأدئين المنسوخ سيكون مثلا ساك بخيم وما كانت تجاه القراءة إذا سنصوب منه اللولب أخر دي الأدئين عاد نخرج الأأخ آن الخطأ التي تتح فيه بزفة الكلمة للأسف هذه اللولب غير منسوخ لا تردوش لها البال ولا تحاولوا شئ القولات تفسير غير منسوخ يعني منسخش منه الأأخ آن نقلب على اللولب الأدئين المقابلة مثلا الأخطار تادا لولب غير منسوخ إذا كانت أ أشخاص يكون قدامها تي إذا كانت تي هنا تيمين إذا قوانين القوانين إذا كانت تي قدامها الأدينين عفوان ولكنت القوانين قدامها سيتوزين جي 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 وبتالي عاد نخرج الأأخ آن مساجي بتقافل قواعد العضوية الأزوتية غطتين هنا الأأخ آن مساجي كانت واحد طريقة اللي بغينا لها غير منساجي بسرعة نحن غاد نخرجوا هنا لها غير منساجي باش نفهموا واحد طريقة اللي أعطونا اللولب الغير منسوخ كيفاش نخرجوا منه الأأخ آن ولكن هاتطريقة تستعملوا في الواسخ إذا عندنا قدام تي أشخاص يكون في الأأخ آن خاص يكون عندنا غاد نستعملوا لون مغير خاص يكون قدام الأدينين في الأأغين كان الأوراسيل ما نخطوش نديرو التيمية ثم السيتوزين كالقوانين ثم السيتوزين 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 هاتي الأأخ آن المساجي دينا إذا أخذت هاد الأأغين المساجي وقارنتها مع هذا غاد نلقى بحال بادي با التاي بلاستا اي و الجي سي سي إذا أش نعود نديرو حنا بلو بغير منسوخ منيعتك لولبغير منسوخ حيث منه التاي ودير بلاستا اي راياتك لأأغين ديال كانت عندك A U G C C سي سي كيف الفرق بالأغين المساجي واللولبغير منسوخ هو وجود التاي في الأدينين وغيابها في الأغين المساجي إذا إذا بغيت يتزرب وتربح الوقت عطوك اللولبغير منسوخ حيث في الملقي التاي حيث دير بلاستا الأوراسيل وبالتالي غاد نخرج الببتيد تسلسل أحماض الأمينية انتقلوا الشكل الثاني تمرين سيبدأ التمرين ببتيد عادي ببتيد طافر ببتيد عادي ببتيد طافر وهو ببتيد سيجد منها المقارنة إذا تلبون منها نقارن ببتيد 1 مع ببتيد 2 ايش سيجد منها سيجد منها نقارن العدد ترتيب الأحماض الأمينية ترتيب الأحماض الأمينية ثم الطبيعة طبيعة الأحماض الأمينية مثلا في فالين وفالين وهذا يختلف والفالين ملاحظة تغيير كثير من الأمينية سوف نقارن نرى ما لديه من يمكنه ان نحسب الأحمار الأمينية ثم نرى طبيعة تغيير الترتيب نرى ماذا تغيير الترتيب تغيير ترتيب أو تغير في طبيعة الأحمار الأمينية هذا هو التفسير المقارنة ثم إذا ترغب أن نفس الاختلاف سوف نعود للأدئين انطلاقاً من هذا البيبتين سوف نقوم بالأغن ميساجي اعتماداً على جدول الرمز الوراثي ثم انطلاقاً من الأغن سوف نقوم بالأدئين وبالتالي سوف نقوم بالأدئين سوف نقوم بالأدئين سوف نغطف على ميت وكهلاً مثلاً استبدال او ضياع او إضافة نكليوتي نقوم بالأخير من التماريلي التي تتعلق بتعفير الخبر الوراثي وهو القطاف سوف نعطين لولا الأدئين منسوخ ونخرجوا ببيبتين سوف نخرج بها حتى نقوم بمساجي سوف نعطين جدول الرمز الوراثي ثم في السابق الثاني في التمرين سوف أعطينا واحد البيبتيد الطافر وهو P2 هذا البيبتيد الطافر وهو P2 وطلبوا مننا حدد سبب الاختلاف لا يوجد سبب الاختلاف لا يوجد فرق بين هذا البيبتيد السبب لماذا يوجد فرق بينه إذا سوف نعود الموريتة إذا من هذا P2 خاصني الخطوات التالية نتبعون نخرج الآغان ثم من الآغان المساجين نخرج الأدئين ونقارن هذا الأدئين مع هذا الأدئين بمعنى هذا الموريتة مع هذه ونرى في مكان الاختلاف بعض الأنواع التمرين تحددون تقول لك هذا البيبتيد هذا الرقم 2 سيصنع عليها عن طريق إضافة نيكليوتيد وضياع نيكليوتيد إذا بنت تغلب على هذا الصعوبة ونحن تدونك طبيعة التفرح هنا سوف تخرج هذا الأدئين وسوف ترى كيف سوف تغيير هذا الأدئين سوف تدخل على هذا الأدئين الأصلية لكي تقول لنا الأدئين الطافرة آخر نقطة في تعبير خبر وراتي والتي تتعاود دائما في الفروض سواء عند علوم فيزيائية أو علوم حياة الأرض هي العلاقة صفة موريتة إذا العلاقة صفة موريتة هي على الشكل التالي إذا لدينا الموريتة اللي هي مجموعة منك اليوتيدات الأبدئين تراقب صفة معينة إذا الموريتة تنتج بروتيين والدور اللي تليعبوا هذا البروتيين هو اللي يتمثل الصفة ولكن هاد القاعدة رامشية اللي تتعطيها كجواب خلال مثال معين تعطيك مثلا واحد الموريتة إكس تتراقب واحد الموريتة إجريك لو قيتها فاشتيحة تتفرق في هذا المرض إجريك إذا عندنا موريتة إكس تراقب صفة إجريك إلا حدثات التفرق في هذه الموريتة موريتة إكس ولات إكس بخيم ستعطينا صفة جديدة وهي سنسميها إجريك بخيم إذا من خلال هذا المثال ستطلب مننا نوضح العلاقة موريتة صفة أو موريتة بروتيين ستبقى هذه الخلاصة أو القاعدة ولكن بإضافة هذه الكلمات سنقول الموريتة إكس تراقب التركيب البروتيين إجريك شيء الذي يؤدي إلى ظهور صفة إجريك بينما الموريتة إكس بخيم التي نتجت عن حدود تفرق للموريتة إكس أدت إلى ظهور بروتيين غير وظيفة وغادي أعطينا في المنطقة أعطينا فاقد الوظيفة دياله شيء الذي أدى إلى ظهور صفة جديدة ليصفة إجريك بخيم تبقى قفل الختام أذكركم بأنه غادي يكون واحد الفيديو جديد إن شاء الله جد مهم تهم منهجية علوم لحياة الأرض كيفية التعامل سواء مع الوطائق أو مع المصطلحات المنهجية من قبل ماذا تستنتيج كيف تفسير قارن إعطاء فرضية حلل إذن إلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر